السودان أصبح الوجهة المفضلة للاجئين حيث يمكن الدخول إليه من دون تأشير عكس معظم الدول الأخرى التي فرضت إجراءات احترازية ضد دخول اللاجئين إلى أراضيها تقرير للشرق الأوسط أوضح أن الوصول إلى السودان يكون أسهل من خلال دول وسط أفريقيا لكنه يبقى محطة عابرة للاجئين لكنها طويلة قبل الانتقال إلى الوجهات الشمالية وأفد التقرير أن العابرين في السودان رغم أنهم لا يتعرضون لمضايقات أمنية ويعيشون في المدن الكبرى إلا أن قسما كبيرا منهم يفضلون الهروب من خلال المهربين والهجرة غير النظامية فالمهربون في السودان يأخذون ما بين 300 و 500 دولار على الفرد الواحد ومعظمهم يتميزون بالنصب والاحتيال ويطلبون من المهاجرين السير على أقدامهم عشرات الكيلومترات وسط مناطق جبلية وعرة ودرجات حرارة حارقة تقرير للأمم المتحدة أوضح أن مفوضية اللاجئين قدمت الرعاية لمائتين وتمانين ألف لاجئ هذا العام في مصر ومعظمهم طالبوا لجوء من العراق وإيرتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان واليمن يذكر أن أغلاق طريق البلقان وتبني إجراءات رقبية مشددة في بحر إيجا الواقع بين تركيا واليونان كان له الأثر في زيادة تدفق اللاجئين عبر مصر وليبيا خاصة وأن تركيا وقعت اتفاقية مع أوروبا في أبريل 2015 لاستعادة اللاجئين المنطلقين عبرها توني مزرعاني العربية